موسيقى اوسي طبعا انا اوجه لكم الشكر على الاستضافة هذه طبعا وانا سعيد جدا باللقاء معكم هو طبعا انا صرت رئيس التحاد المهندسين الزراعيين العرب احنا في منظمة التحاد التي هي منظمة غير حكومية هذه المنظمة تأسسة سنة 1968 ميلادية طبعا بمبادرة من جامعة الدول العربية وبدعم من ست منظمات زراعية من المهندسين الزراعيين من ست الدول العربية وطبعا كان هدفها ان يواحدون الصف العربي في توحيد المهندسين الزراعيين في العمل المهني المتواصل في رفع كفاءة المهندسين الزراعيين ونقش القضايا الزراعية فطبعا احنا حين صرنا في هذه المنظمة صرنا حوالي 17 منظمة عربية من جميع الدول العربية طبعا لما نعددهم كثير منهم يعني من دول الخليج احنا والكويت موجودين في هذه المنظمة وايضا عندنا من الدول العربية مصر ليبيا المغرب الجزائر تونس السودان موريتانيا يعني مع جموعة من الدول العربية فحكم اجتماعاتنا طبعا في هناك حكم الالفابة ما للحروف فايا دور نحنا في ديك السنة ان نحنا نكون يكون لنا الترشيح منظمتنا لانا انا كنت لما كنا في مؤتمر تونس انا كنت نائب رئيس فالدور السنة اللي عقوبتي هي لك دور رئيس بس لازم يعني ترشح من الاعضاء الموجودين في المنظمة هذه في الاتحاد المهندسين الزراعيين فهناك طبعا شروط اول شيء ان المنظمة ما لتك ترشحك انها تكون رئيس يعني من البحرين نفسها جمعية المهندسين الزراعيين رشحتني حساس انا اكون رئيس بعدين في المؤتمرات ما ان المؤتمرات اتحاد المهندسين الزراعيين عرب يتم التصويت بالاقتراع كم منظمة تؤيد ان يكون مثلا الشخص الفلاني رئيس فيتم عليه وغالبا يكون بالاجماع يعني اذا كانت المؤتمرات فانا يجي دور البحرين ان تكون هي رئيسة اتحاد المهندسين الزراعيين العرب في نفس الوقت احنا استطعنا ان ننظم ملتقى تحديات التنمية الزراعية في مملكة البحرين يعني تم الاستضافة عندنا في البحرين في ملتقى حاضرة طبعا سعادة الوزير الكعبي وطبعا المبادرة الوطنية شاركت معنا وشاركوا معنا مجموعة من المهنيين مجموعة من الخبراء في هذا الملتقى كان من اربع محاور يعالج طبعا التنمية الزراعية في مملكة البحرين يعالج المياه ودورها والمياه المعالجة يعالج تجارب الدول العربية فكان يعني مؤتمر جميل صراحة وفي نفس الوقت تم ترشيحنا هنا حقا نكون رئيس للتحاد المهندسين الزراعيين العرب التحاد المهندسين الزراعيين العرب فيه امانة عامة الامانة عامة في حق تلاف سنوات الامين العام والامين المالي والامناء المساعدين عادة الامناء المساعدين ينتخبون من رؤساء تقريبا المنظمات العربية او طبعا ترشيح بعد من يكون من البلد نفسه اللي يكون موجود فيه احنا جمعيتنا طبعا لما تأسست كان عدد عضاءها 28 حاليا العضاء وصلوا الى ثمانين طبعا من الجنسين من الانصر النسائي موجود فيه انصر رجالي موجود مختلف طبعا التخصصات يعني لا احنا كجمعية احنا عندنا نظام نظام الجمعيات منتأسسنا ماشيين على نظام النظام الموجود في البحرين عسب قانون الجمعيات كل سنتين لنا دورة الحين انا حين دورتي قريب بتخلص احنا انا رئيس جمعية المهندسين الزراعين العرب في يناير اخلص الدورة مالتي احنا احنا طرحنا حق ترشيح حق الانتخابات الجديدة هذه بالنسبة للجمعية بس بالنسبة للاتحاد قلنا كل سنة يكون دولة على اساس تتوزع الرئاسة في تمر على كل الدول بس الامانة العامة كل ثلاث سنوات ينتخب أمين عام مساعد وينتخب أمين مالي وينتخب أمناء مساعدين من جميع الدول العربية أمناء مساعدين ساعدون الأمين عام مساعد أحيانا يكون الأمين العام مثلا منشغل في أحدى الأشغال أو ما يقدر يحضر فيه معتمرات يكلف الأمين العام مساعد أقرب واحد مثلا أنا حضرت تمثيل عن الأمين العام في أعمان كان في أعمان في مهندسين زراعيين كنا نبغي نجمعهم في جمعية أو نقابة أو شيء على أساس شكلونها موجود هناك جمعية المهندسين بس المهندسين نفس اللي عندنا جمعية المهندسين مو بالزراعيين جمعية المهندسين فحاولنا وياهم بس طلع فيه هناك بعض الأشياء اللوجستية اللي هي مثلا هذه خطيج هندسة زراعية وهذه خطيج علوم زراعية فهذه مش صارت مشكلة بين هذين الاثنين مش لون علوم الزراعية نخليه مهندس زراعي فكان فيه يعني فيه خلل في النظام معهم أنا بالنسبة لشغلي طبعا في القطاع العام كنت أنا اختصاصي مناهج الزراع في وزارة التربية والتعليم بس أنا كنت معايد رئيس جمعية المهندسين في نفس الوقت أي ما يتعارض هذه معادي بس أنا كنت اختصاصي أخصائي مناهج في وزارة التربية والتعليم وكان عندي مجموعة من المعلمين والمعلمات وكان يعني مفعلين بحكم كل اسبوعين يسوي دورة تدريبية في أحد المدارس فأصبحت يعني ألفا بين كل المعلمين كل المعلم يشوف القديم يشوف اليديد وخلق تنافس بينهم وخلق تنمية مهنية بين المعلمين ويتطورون أكثر يعني هو الاتحاد يعني هو موجود عنده فيه يعني بنوت كثيرة عنده طبعا جمعيات تخصصية وعنده جمعيات فرعية بالنسبة طبعا جمعيات تخصصية هذه تشتغل على طول طول السنة تشتغل يعني ودائما يكون في كل جمعية من الجمعيات أو نقابة من النقابات لا بد يكون فيه تمثيل في الجمعيات هذه فطبعا جدت فترات فترة الكورونا شوي يعني تقدرين تقولين ما كنا نسافر ولا نبدأ نتبادل الخبرات بيننا فكان نخليه أولاين يعني كان الأمين العام نشط فيها المجال وعمل لنا برنامج نتبادل فيه الخبرات مع حتى مؤسسات زراعية وعندنا مراكز أبحاث بشكل أكساد اللي هي مركز الأمين العام مما للدكتور نصر عبيد أمين عام لمنظمة الأكساد هذه اللي طبعا مراكز أبحاث فيها زراعية فالخبراء ما لهم خبراء قدام فكانوا يتبادلون الخبراء بإعلقاء محاضرات يصير نقاشات تبادل معلومات وأيضا هما طبعا يفيدوننا بكثير من الأشياء ونحن بنفس الوقت نناقش فيها في هذه الأمور فيه أمور كثيرة بس أنا بأتذكرها حين شوي طبعا القطاع الزراعي في البحرين قطاع مهم صراحة وقبل الطفرة النفطية كان هو القطاع اللي يبنى عليه في الاقتصاد الوطني فبعد الطفرة النفطية أصبح هناك في شحل الأراضين في انحسار للتصنيع الزراعي في انحسار للتوفير المواد الغذائية عزوف الكثير من الناس عن القطاع الزراعي وهذا أدى إلى طبعا يعني تراجع في القطاع الزراعي لكن مع طبعا السنوات الأخيرة مع الكلمة السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة المعظم ملك مملكة البحرين بالكلمة السامية في الفصل التشريعي الخامس للدورة الثانية طبعا دعا إلى التنمية الزراعية في البلد ودعا للاهتمام بالتخصصات العلمية والزراعية والتنمية الزراعية المستدامة يتبعدين المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية بفضل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة من إبراهيم آل خليفة قرينة آه البلاد المفدى وأيضا بمبادرة أو بقيادة من سعادة الشيخ مرام بنت عيسى الخليفة طبعا قيادة طبعا وإدارة والكادر اللي كان معا في المبادرة قدروا طبعا وبالتنسيق معنا إحنا بعد نشارك معهم في جميع الأنشطة الاهتمام بالزراعة الاهتمام بتشجير وحين في كده مرحلة مروا فيها وأصبحت البحرين عطت طابع كبير وإحنا دورنا كجمعية بعد جمعية المهنسين الزراعيين عملنا من 2012 دورات تدريبية أكثر من 500 إلى 600 مشارك كان معنا من ضمن المشاركين اللي كانوا معنا بدأوا يعني يأسسون لهم أساسات زراعية وبدأوا ينشرون الوعي الزراعي وبدأوا يعني يخلون طبعا التنمية الزراعية بدأت تأخذ طابحة أكثر وصار الاهتمام بالوعي للتنمية الزراعية لأن الزراعة هي يعني عنصر الحياة وهي الأمن الغدائي في التنمية الزراعي لابدنا يكون فيه زراع فهناك طبعا في مجموعة من الأمور اللي هي مثلا احنا طرحنا اللي هو الاستثمار والاستثمار طبعا لا يسه الاستثمار للربحية وإنما الاستثمار لخدمة الوطن إذا احنا وجهنا الاستثمار في خدمة الوطن وخدمة المجتمع هنا يقدر مقدر احنا نقول نحصل على مردود إيجابي للتنمية الزراعية المستدامة احنا طبعا كجمعية مهندسين زراعيين احنا نسوي دورات تدريبية البحرينيين نحنا نسوي دورات تدريبية كثير من المملكة العربية السعودية حضروا معانا من الكويت حضروا معانا ايضا نتبادل الخبرات ما في الاتحاد المهندسين زراعيين العرب اذا كان فيه شفنا مثلا فيه بعض التخصصات اللي احنا مثلا ما قادرين نغطيها ممكن نتبادل الخبراتنا ونستشارات مع الفنيين او التخصيين المتخصصين في هذا المجال من اتحاد مهندسين زراعيين العرب او من المنظمات المتخصصة في هذا المجال هو تقريبا هدافنا احنا ويبعض يعني التنمية الزراعية خلق فرص عمل تبادل الخبرات احنا بعد نفس الشيكة جمعية الزراعية لنا طبعا الاهتمام بالتنمية الزراعية في مملكتنا الاهتمام بتطوير الزراعة النقلة النوعية التباحث في استخدام الوسائل الحديثة في الزراعة ايضا نحنا نحاول بقدر الامكان ان احنا ننقل خبراتنا يعني خبرات الوطن العربي الى بلدنا واحنا طبعا الهدف من اتحاد المهندسين الزراعيين العرب والجمعيات الثانية ان نوجد تكامل اقتصادي زراعي بين جميع الدول العربية وحدة في في عدة مفاهيم زراعية في مستويات علمية صحيحة على اساس ان يكون هناك في امكانية الاعتماد على الدات اكثر من نعتمد على دول الخارج ففي احنا طبعا اهدافنا مشتركة تقريبا بيننا بين اتحاد المهندسين الزراعيين العرب تطوير المهنة هادي شيء اهتمام بالمهندس الزراعي اهتمام ب طبعا القوانين والتشريعات نناقشة دائما ونوصل فيها الى حلول اه مثلا قلنا احنا اه قلت يعني في هناك اه يعني مثلا في بعض الجامعات الدول العربية الزراعية تخرج مثلا علوم زراعية او صناعات غذائية او مهندس زراعي احنا نبغي نوحد هذه التخصصات في تخصص واحد على اساس ان احنا لما نواحدهم مع بعض ممكن احنا نخلق فرص عمل جديدة لكل واحد خطيش انه ياخد دوره في المجتمع احنا موجود عندنا احنا طبعا كانت في الجامعية موجودة عندنا وفي جامعة البحرين بدت ايضا تقدمها بالنسبة لهذه المعهد البحرين بعد ايضا فتح باب للتخرج المهندس الزراعي فيعني موجود حاليا بس ما في كلية خاصة متخصصة حق الزراعة وانما كليات فرعية موجودة الاتحاد قلت لك هو استحاد يسعى دائما الى التطوير المهني للمهندس الزراعي في هذه طبعا نعالج فيه في قضايا المؤتمرات والندوات اللي يقيمها الاتحاد ويعالجه ومنشده خلق جمعيات تخصصية والجمعيات التخصصة تكون فعالة في طبعا ايجاد الحلول المناسبة لهذه الأشياء بالنسبة احنا كجمعية ساعينا من 2010 اسسنا مركز تدريب الزراعي المستمر وعملنا فيه الى تقريبا 2021 احنا كان عندنا دورات تدريبية مستمرة بس ان فيه هناك شوي التزامات قانونية مع وزارة التنمية الاجتماعية ان احنا اي دورة لابد ان نحصل تصريح لقامة الدورة عشان جمع مال فهذه شوي كانت شوي تتعيخنا في بعض الشغلات اللي تخلينا ما نقدر يعني نتواصل مع يعني او حدت شوي من عملنا كأن اول في السابق اكثر كل سنة نسوي لنا اربع خمس دورات فعالحين حاليا احنا منتظرين التصريح عشان نقيم الدورات مرة ثانية ونخرج مع عندنا كوادر وطنية ممكن يأهلها لان تفتح لها مشاريع زراعية وتنمي البلد في تنمية زراعية مستدامة الدورة تاخذ لها نحن سبعة عشر واحد يعني احنا لالحما ما اوصل يعني دورنا فقلت لنا حسب الالفابة يعني السنة السنة العراقية رئيسة الدولة رئيسة احد مهندسيين زراعية العرب العام كانت ليبيا اقول الجزائر سنويا تفتر على دولة على كل الدول تتاخذ الام سنة واحدة وطبعا هذه الهدف مني طبعا انها اول شيء تكتسب الخبرة المثل الاتحاد في كل في كل الميادين الاتحاد اللي يشارك فيها سواء كان في الجامعة العربية سواء كان في المنظمات الاخرى يعني يمثلها رئيس الرئيس والامين العام يرسمون سياسة الاتحاد شنو المواضيع اللي ممكن تطرح اللي هو تناقش تحديد الجلسات من اللي الرأساء الجلسات التوصيات من اللي يعتمدها يعتمدها الامين العام والرئيس الاتحاد دائما الامين العام يتشاور مع رئيس الاتحاد في هذه الامور الامين العام كان ممكن على مدى السنوات الماضية إلى العام الماضي كان واحد فقط الدكتور يحيى بكور الآن صار عندنا أمين عام جديد الدكتور لقي يعني الأمين العام كل ثلاث سنوات في الأمانة العامة احنا كجمعيات كل سنة رئيس واحد احنا نقول كجمعية طبعا لابد أن يكون هناك الدعم من جهات رسمية يمكن عن طريقة تنفيذ وأصلاح القطاع الزراعي بما لا يتعارض مع الاستراتيجية الوطنية وتكون دعاما لاستمرار القطاع الزراعي هذا واحد أن يحصل المزارع على التقنيات الحديثة طبعا المزارعين يعني في بعضهم يحصلون على التقنيات الحديثة وبعضهم ما يحصلون لأنها غالية ثمنها غالي فمحتاجة إلى دعم فلابد أن الحكومة أو الجهات الرسمية تدعم المزارع هذه ممكن يكون المزارعين ينتجون محاصيل كثيرة تفضلت المبادرة الوطنية وجمعتنا في في سوق المزارعين صراحة وهذا عطت طبعا خطوة كبيرة في هذا المجال ووسعت وجعلت المزارع يهتم بالزراعة والأصناف الزراعية ففتحت سوق المزارعين في في هورة عالي أيضا فتحت لهم في سوق في البداية فأصبح هذه مردود اقتصادي للمزارع في نفس الوقت سياحة زراعية في نفس الوقت تنفيه فطبعا هذه انطباع جدا جميل بالنسبة لهذه فاحنا طبعا نقول ليش ما احنا الجهات الحكومية في بعض المزارعين ما حصلوا فرصة ان يشاركون في هذين لان هنا المشاركة محدودة على مجموعة من المزارعين اللي نشيطين اكثر في البلد ولا عندهم انتاج كثير بس في مزارعين عندهم انتاج بس ما يكترون يشاركون ليش ما الحكومة تتبنى الانتاج الزراعي تاخذه عبر تستخطبه وهي تحط له اسعار وتردت بيئها يعني تاخذه من المزارع يعني لو كل مزارع يحس ان الانتاج مالي بيباع كل مزارع بيبدل جهود كبيرة الى ينتج الزرع على شاس يبيعه على الحكومة والحكومة بدورها ان تقدر هنا يتصنف يعني في بعض شغلة ثانية اللي هي قلنا المزارع لازم يحصل على التقنيات الزراعية مدعومة تقنيات زراعية ممكن المزارع يقدر يشتريها استغلال الطاقات البشرية والتشجيع على التقنيات الحديثة وذلك طبعا ممكن نحن نسوي برنامج سياحي اجتماعي وطني يكون طبعا الكل يقدر يحصل عليه تقريبا هذا يعني ان هناك يكون فيه سياحة دائمة بالنسبة للمزارعين بالنسبة للمزرعات ان دائما يفتحون المجال حق ان المزارع نفسه يقدر ينمي المزارع ماله ويفتحها كسياحة حتى لو كانت بشكل رمزي يعني في بعض المزارع فتحت بهذه الصورة وحتى صار فيها ترفيه وكذا مثلا ما اسمه مزرعة التسليم فتحته وصار ما شاء الله يعني مزرعة حلوة وكذا وفيها منتجات وفيها سياحة وفيها مطاع وفيها كذا فيعني نحاول يعني يحاولون ينمون هالأشياء وعيضا بالنسبة للقطاع الزراعي محتاج إلى استخدام تقنية زراعية فيها تكنولوجيا حديثة وفيها استخدام الطاقة المتجددة خاصة نحن نعرف الزراعات الحديثة بدت بالزراعة بدون تربة يعني مثلا زراعات المحمية هذه اللي حاليا صارت في البلد كانت أول زراعة تقليدية الحين صارت كلها زراعة رأسية شح الأراضي أصبح يفترض علينا نحن نكون بالزراعة الرأسية وممكن يكون فيها زراعة طوابق ممكن استخدام أصناف جديدة يعني غير موجودة في البلد وهذه بيشجع أكثر على الزراعة ممكن نزرع مثلا الفطر الفطر المشروف ممكن نزرع مثلا منتجات جديدة غير موجودة في البلد هذه يعني ممكن بهذه الطريقة احنا ممكن نرفع عن القطاع الزراعي في الملكة في بعض المزارعين بالفطرة صايرين يعني بعضهم ما يقرأ ويكتب بس يعني عند زراعة حلوة بعضهم مثلا لا عنده ناس يقدرون يواصلون ويقدرون يشاركون في مسابقات بس ما عندهم وقت أن يروحوا معاش بعض المزارعين شوفين مثلا معتمد على الزراعة التقليدية كلها ما يبلغامر بلغامر بلغامر كثير وبعض المزارعين الحديثين طبعا المزارع الحديثة كلها تقنيات حديثة يعني الريب التنقيط عندنا مثلا الزراعة الرأسية عندنا الزراعة بدون تربة أيضا عندنا في بعض المزارع فيها طبعا زراعة سماكية فتشوفين هنا مختلفين بس كل مزارعات متطورة نحتاجها لرأس مال كبير المزارعين التقليديين لا معتمدين على على الله وعلى الإسلام عن ما يقولون يعني فهذا الشكل يعني صار في فرق بين المزارعين بس ما شاء الله يعني البحرين بخير يعني صراحة وخاصة هذه القطاع الزراعي كان يعتمد عليه في السابق البحر والزراعة كان معتمدين عليهم اعتماد كبير في بعض المزارعين محتاجين إلى دعم في بعض المزارعين محتاجين إلى تشجيع في بعض المزارعين محتاجين إلى من يتواصل معاهم لأن في مزارعين يعني يعرف يزرع علاقة ما يعرف يدير الزرع يعني قصدي شنو تكثر الإصابات الفطرية والحشرية وما في أحد يعني يعني يواجه فهذه المزارعين كلهم لو جمعناهم يعني في في مكان وبدأنا نوعيهم بدأنا مثلا نقسم مثلا مجموعة مهندسين يروحون يزورون دي المزرعة مجموعة جيدة مجموعة في مهندسين يزورون بس ممكن يزور يعني ممكن حسب اللي يكون في تنسيق بين وزارة الزراعة وغالبا الخضروات الثمرية والخضروات الورقية يعني لخيار طماط الجزر الآن بعد الشمام بدأ ياخد دورة كبيرة الفليفل طبعا البارد والحار الفليفل وأصناف الشسمة الآن بدأوا يدخلون بعد الكيل ورقية البروكلي الخاس طبعا هذه الأشياء دخلت في عندنا في عندنا خضروات كثيرة الخضروات المعروفة البقل وروايد وهالأشياء موجودين ففي أصناف كثيرة صراحة موجودين خاصة تجدون في زوج المزارعين يعني أصناف كثيرة ومحسنة يعني صراحة يمكننا في المدى الأخيرة دخلت اللوز وأصبح اللوز لسوق كبير وخاصة في العسكريمات ومعرف شلون يعني صار مردود اقتصادي منه كبير التين مثلا الكنار الجوافة الرمان يعني فيه منتجات كثيرة موجودة في البحر البحرين بخير الحمد لله يعني بس الفرق يعني أن نحن لازم نحن نستورد مجموعة من المحاصيل من الخارج في الوقت اللي يكون عندنا من دي المحاصيل فإحنا شلون نقدر نوصل إلى اكتفاء ذاتي بالنسبة للمحاصيل إحنا لازم نشجع دي المزارع أن يكثر من زراعته ونقلل من الاستيراد من الخارج نسبة المحاصيل اللي يستوردها من الخارج كبيرة طبعا هذي محتاج شغل محتاج إلى تنظيم وتخطيط مع وزارة التجارة والزراعة هي اللي طبعا تعطي تصاريح عشان يجيبوه من الخارج لدي قدرنا يصير تنسيق كان فيه هناك ناس تشتغل على الموضوع من الصوبين يعني معناته من شجع المزارعين بنفس الوقت النفس ما قلتنا وتريد تبيعها بأسعار ما تناسب مستوى الدخل المواطن بهذه الطريقة تخلي كل واحد يعني كان فيه تجربة مثلا للجمهورية العربية السورية في يوم الأيام زرعت القمح وكانت في الغابر تستورد القمح بس لما زرعت القمح زرع الكلي يجرع قمح قامت الدولة تشتري القمح من عندهم فصار كل مزارع يدبح روحها ويشتغل ويجهد عشان يطلع قمح ويبيعها على الدولة لانا يعرف ان القمح اللي يطلع به بهالطريقة وصلوا الى تقريبا الاكتفاء الذاتي في القمح اللهم لما صارت شوية عندهم شوية مشاكل في الظروف الحرب وكذا قللت من هذه ومزارحهم كثيرها يعني اختربت واتدمرت والله ما عندهم كان امكانت حسنا ليش ما نسوي في البحرين في بلدنا ان الحكومة تشتري المنتجات الزراعية وتعيد اسعارها وتبيعها بشكل مدعوم للمواطن بهالطريقة ان المزارعين ما بيخافوين ان لان احنا عندنا اصعب شيء في البحرين تسويق يعني يمكن ناس كثيرين يقدرون يزرعون بس اقب ما يزرع وين منتج ماله ما يقدر يبيع يبيع مثلا في كوارتين يبيع في شيء يعني باسعار كل شيء ما تيب حتى تكلفته بل لذلك المواطن محتاج ان يكون حصل دعم مشاكل القطاع الزراعي قدمنا شوي مشاكل اول شيء الزحف العمراني الزحف العمراني هذه قضى على كثير من الاراضي الزراعية كل كل تاجر او كل مالك للارض يقول انا اخلي الارض الزراعية هذه ما طلع منها شيء فلكن اسوي عليها مباني اطلع عليها مبالغ اكثر احنا لازم نحافظ على الاراضي الزراعية لان الاراضي الزراعية في البلد طبعا قليلة يعني كان اول حزام الشمالي هذه كان موجود الاراضي الزراعية الان كل هذه اندثر فلابد ان احنا نخفف الزحف العمراني نقطة ثانية عدم موجود قوانين تحمل مزارع يعني المزارع يزرع في مزرعته وينتج فيها سنويا فجأة يفاجأ بالمالك يقول اما بيرفع عليه الاجار او بيبيع الارض حان صادفنا كثير من المزارعين بنفس الطريقة هذه يكون مثلا المزارع دافع اكثر من 3000 دينار او 30 الف دينار على يعد الارض وعشان يزرع ها وعشان ينتج في نص الانتاج لالحيما يوصل الانتاج اللي حصل على المحصول اي للمالك يقول انا ابي الارض خلال شهرين لا سمتطلعة منها فهن المزارعين صدم خسائر مالي وين ما طلعت ارباحي ما طلعت كده فلابد ان هناك يعاد النظر في وجود قوانين تحمي المزارع نقطة ثانية رسوم البلدية مرتفعة كل كل المزارعين يشكوه من الرسوم سواء رسوم البلدية سواء رسوم الكهرباء والماء سواء رسوم التسجيل العقاري يعني مالهم فهذه لا بد نحن نحط في الاعتبار رسوم سوق العمل مثلا المزارع لما يسوي لمزرعها يبغي يجيب العمال العامل اللي بيب هذي محتاج الى مصاريف محتاج الى السكن محتاج الى تأشيرة محتاج الى تذاكر محتاج فهنه رسوم العمل مرتفعة بالنسبة للمزارع فطبعا هذي يلقى على كاهلة قلنا من شوي بعد صعوبة التسويق من شدي اقول دائما خلى الحكومة تتبنى ان تشتري المنتج الزراعي في مشاكل في المواد الاولية للزراعة مثلا واحد يبغي يبغي بحبوب بدور اسمدة التكنولوجيا كلها هذه صعب عيبها من الخارج واذا اشتراها من هنا من البحرين بتكون غالية جدا فهنه احنا نحاول اما تكون هناك في جهات تتبنى هذه المواد يعني تتبنى دعم المزارع او يسهلون للمزارع انه يقدر بسهولة يجيب هذه بدون تعقيدات بدون هذه فهذه تخريبا معظم المشاكل اللي احنا نقولها بالنسبة يعني المزارعين الاراضي طبعا احنا بالنسبة لانه بما ان شح الاراضي طبعا احنا فيه احنا اتجاه الحين للزراعة فوق السطوح سطوح البنازل مثلا او فوق مثلا او الاراضي اللي ممكن يعني نزرع فيها يعني انا شخصيا عندي تجربة عندي في بيتي زراعة فوق البيت يعني نسوينها محمية وازرع فيها يعني احنا نقول بدائل الاراضي الاراضي بما انه بيضة الشح لازم احنا نفكر فيه اراضي اه نياد نسويها طوابق على اساس نزرع فيها يا ناخذ اراضي نفكر فيه اه رفوف مال البيوت اه ممكن احنا نستغلها في الزراعة بس بشرط ان هناك تتوفر وسائل حماية السطح من التسرب من هالاشياء فلابد ان هناك فيه اشياء بديلة تكون عن الاراضي نشجح حاليا الزراعة الرأسية الرأسية لان الزراعة الرأسية يعني اول كان يزرعون وفقية فيستغلون مساحات كبيرة من الزراعة الحين الرأسية ممكن تاخذ النباطات تسلق تصير تمشي عمودي وتحصلين من المتر المربع الانتاج افضل من كان في الزراعة الوفقية احنا اتمنى في يوم الايام اتشوف في بلدي تكون طبعا بلد سياحي زراعي اتمنى ايضا ان يكون في هناك كليات زراعية طبعا الاساس بعد الشباب العاطلين عن العمل يحصلون لهم فرص يدرسون ويقدرون يتوظفون اتمنى تشجيع اكثر من الدولة بالنسبة الى صغار المزارعين تشجيع بالنسبة للمهندسين اعطاه فرصة للمهندس اكثر يعني في كثير من المهندسين عند المهنة عند الامكانيات بس ما يقدر يساول المهنة بعضهم يشتغل في التخصص وبعضهم ما هم مفهم بالتخصص يعني دارس وتعب على روحه ومشتهد وحصل فرصة ان يحصل الجامعية بس ما يحصل فرصة عمل فنتمنى طبعا ان الدولة تحتضنهم اكثر طبعا القيادة الرشيدة موجودة في البلاد مهتمين به القطاع والمبادرة الوطنية مو مقصرة في هذا القطاع بس محتاجين الى دعم اكثر محتاجين التوعية اكثر ايضا ابغي يكون فيه هناك برامج ارشادية تلفزيونية يعني احنا لو نشوف تلفزيون البحرين قليل يحط انا الزراعة علشان نوعي بعد الناس ونخليهم يتمون اكثر بالزراعة لا بد يكون فيه برامج زراعية فيه برامج تدريبية ممكن الجمعية احنا جمعية المهندسين الزراعية احنا نساعد في هذا المجال ونفتح باب دورات تدريبية حتى اللي مجانية بس نحصل يعني دعم من الحكومة بانه تسهل لانه بعض الامور على اساس نفتح برامج تدريبية واتمنى طبعا للبحرين طبعا الازدهار والتنمية ان شاء الله وان شاء الله نعيش فيه طبعا بلد سياحي زراعي ثقافي من كل النواحي ان شاء الله اشتركوا في القناة